هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجبنا الله تعالى أنزله ورسول الله معنى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نرحب بكم مشاهدين من جديد في فعاليات مسابقة الشيخة فاطمة بن تنبارك الدولية للقرآن الكريم بدورتها السادسة اليوم هو اليوم الثالث من أيام المسابقة والتنافس شديد بين حافظات كتاب الله تنافست اليوم عشر من المتسابقات وهن إسراء محمود السيد حسن داود من مملكة البحرين رقية بالدي من غينيا بيساو أسماء ربيع صالحي من تنزانيا ماس عبد الرحيم محمد نزال من فلسطين إيث واز أونج من ماينمار سالم عبد السميع أحمد من ليبيا سلم حسين حاجي من الهند بشرى إسماعيل حسن مطالقة من المملكة الأردنية الهاشمية فاطمة ستوربه من سيراليون رضي أغوني من توغو وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف فلا تنهرهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا أولا أحمد الله كثيرا الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه أشكر الله على أن من علي بوجودي بمثل هذا المكان ثم أشكر طبعا والدي أشكر والدي الأستاذ الدكتور محمود داود وأشكر أمي طبعا الذين لم يدخرا جهدا في تحفيظ القرآن منذ الصغر أشكر كل القائمين على هذه المسابقة أشكر دولة الإمارات الحبيبة أشكر حكومة دبي أشكر الشيخة فاطمة حفظها الله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم جئت هناك ليمثل دولتي وفرحت جدا بمهذه المسابقة التي تكون أرقى مسابقة عالمية للنساء وأشكر القائمين عليها اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم في البداية أشكر الله سبحانه وتعالى أن اصطفاني لحفظ كتابه كاملا غيبة وأشكر والدي وأشكر مدرسي ومدرسات القرآن الكريم وجميع القائمين على هذه المسابقة وأشكر الشيخ فاطمة بن تنبارك على إقامة هذه المسابقة بسم الله الرحمن الرحيم وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم وأمرت أن أسلم لرب العالمين حسبقي الحمد لله رب العالمين كانت تجربة رائعة من حيث تعارف على ثقافات أخرى وإضافة للمهارات الشخصية نشكر الدولة المستضيفة الإمارات لاستقبالهم وحفاوتهم لأهل القرآن وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أنضي حقوبا فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا حسبقي السلام عليكم ورحمة الله أنا سلمة من الهند أشكر الله تعالى أن شاركت في هذا المسابقة تمنى أن نكون من الفائزات إن شاء الله لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أنا الطالبة بشرى إسماعيل حسن مطالقة من المملكة الأردنية الهاشمية شاركت في جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم مسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك أحمد الله على هذا الفضل العظيم وأشكر والدي وأشكر معلمتي وكل من علمني حرفا من كتاب الله يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله وعلموا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا حسبكي حقيقة اليوم ما ترجمت لنا هذه المسابقة العظيمة مسابقة الشيخ فاطمة بن مبارك يحفظه الله ترجمت لنا نصوص قرآنية ونصوص نبوية وفي ذلك فليتنافس المتنافسون فهو تنافس شريف بين المتسابقات من جميع أنحاء العالم وكذلك رأينا الخيرية التي تكلم فيها النبي صلى الله عليه وسلم خيركم أن تعلم القرآن وعلمه رأينا هذه النماذج العظيمة في تلاوة القرآن الكريم حقا تعلموا الأدى والتلقي والمهر في القرآن الكريم كما قال صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة رأينا اليوم أصوات ندية عطرة في تلاوة القرآن الكريم يند لها الجبين بالعكس بل رفعوا من سمعة تحفيظ القرآن الكريم نهيكم عن هذه الجائزة العظيمة التي عمرها اليوم تجاوز الخمسة وعشرين سنة جائزة دبي الدولي القرآن الكريم الذي سمعتها ارتفعت إلى سابع سماء وما ذاك إلا دليل على هناك جهود عظيمة على رأس الشيخ المستشار إبراهيم بو ملحة والطاقم الذي يحيط به من أكبر الهرم إلى أصغرهم وهذا دلال على أنهم امتثلوا شعارا عظيما مفاده أو خلاصته علم وعمل صدق وإخلاص تميز هذا اليوم من أيام المسابقة بحضور وفد من دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي برئاسة سعادة الدكتور حمد الشيخ أحمد الشيباني مدير عام الدائرة وعضوية السادة المدراء التنفيذيين ومدراء إدارات قطاع الشؤون الإسلامية وكبار الوعاظ والمفتين حيث استمع الوفد لتلاوات بعض المتسابقات وبعد ذلك توجه الوفد إلى مبنى جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم حيث اطلعوا على معرض السلام عليك أيها النبي الذي تستضيفه الجائزة كبرى وعن سر الكون يحدثنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ثم توجه الوفد لزيارة مركز محمد بن راشد المكتوم للمخطوطات القرآنية ومعرض كسوة الكعبة المشرفة هذا القرآن يوهدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله في هذا اليوم الأغر والذي تتسامى فيه هذه النفوس الطيبة التي تسعى دائماً وأبداً في التنافس في أهم وأشرف مجال ألو هو مسابقات حفظ القرآن الكريم من هذا المقر شهدت الكثير الحقيقة إمارة بيبدات ودولة المارات العربية المتحدة الكثير من الفعاليات التي تسعى دائماً وأبداً توصل للعالم من أرض دولة المارات العربية المتحدة هذه الجائزة بكل مكوناتها واليوم تحطن هذه الجائزة في هذه الدورة كذلك جائزة سمو الشيخة فاطمة الكل يدرك أن هذا العمل لا بد أن يكون وراه من يدعمه سواء المستوى المعنوى والمستوى المادي وتبقى النتائج إن شاء الله مرتهنة بما يقدم المتسابقون وكذلك المتنافسون في أفضل مجال نتمنى دائماً وأبداً أن نذيب الله سبحانه وتعالى على دولتنا هذا الأمن والأمان في ظل هذه القيادة الرشيدة في مقام سيد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد عن هيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه وإلى مقام سيد صاحب السمو الشيخ عامد بن راشد عن مكتوم رئيس الدولة رئيس مجلزة حكم دبي وإلى الفريق المتميز على هذه الجائزة ومنذ سنوات التي تقوم بدور متميز سواء في شقها الدعوي وكذلك في شقها الإسلامي وكذلك في شقها الإعلامي نتمنى الجميع النجاح والتوفيق وأنه سدائماً وأبداً أن نديم على دولة المرات العلم والمتحدة الأمن والأمان هو معجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا الله تعالى أنزله ورسول الله مشاهدين الأعزاء فعاليات الدورة السادسة من مسابقة الشيخة فاطمة بن تنبارك الدولي للقرآن الكريم مستمرة غداً موعدنا مع حلقة جديدة من يوميات المسابقة تقبلوا تحيات اللجنة المنظمة للجائزة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فاللعم اللحن بمنهجه هيا يعرب الأم بنا فاللعم اللحن بمنهجه هيا يعرب الأم بنا هذا القرآن يوهدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا رسول الله معلمنا